بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين ذكر عظيم جدا جدا بعض العماء بيسميه كنز السنة من عزم هذا الذكر لونك قلتهم أرة واحدة مخلص النائم واحتسمان الأجر يكون أفضل في ميزان يوم القيامة من أن تذكر الله سبحانه وتعالى أربعة وعشرين ساعة متواصلة لا تفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة كما في نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفعلمك ذكرا أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل قلت بالله رسول الله قال الله أن تقول سبحان الله عرض ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عرض ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله عرض ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عرض كل شيء سبحان الله ملء كل شيء كما تقول الحمد لله عرض ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عرضوا ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عرضوا ما أحصى كتابه الحمد لله عرضوا كل شيء الحمد لله ملؤوا كل شيء تبتقول الله أكبر مثل ذلك تبتقول لا إله إلا الله مثل ذلك الذكر العظيم ده لو أنت قلت مرة واحدة فقط أفضل من ذكرك الله الليلة مع النهار والنهار مع الليل بأي أسكر أخرى بأي أسكر أخرى أردنا معنى إيه؟ معنى أنت لو قلت هذا الزكر مرة واحدة فقط لن يرفع لأحدا على الأرض عمل أفضل منك إلا أن يقول نفس الزكر ده أو يسكر الله سبحانه وتعالى طول 24 ساعة أو أكثر لأن هناك أسكر تانية مثل سبحان الله وبحمده مئة مرة ولا إله إلا الله وأسكر كثيرة لا تسكت الرسول والسلام لا تصويش ذكر الله طول اليوم والرسول والسلام سنها لنا لتقال يوميا فالذكر ده أفضل من أن أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة والذكر أفضل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الزكر أفضل من الجهات في سبيل الله الزكر ده أنت قلته مرة واحدة بس أفضل في ميزام أن أنت تذكر ربنا 24 ساعة ما تنامشي ولا تاكل أو تشه ولا تعمل أي حاجة وما محدش وما محدش هيترفع له عمل يوم الإيامة في اليوم ده زي ما يترفع لك أنت إلا أن يقول زيك أو أفضل منك يعني الزكر ده تحصل به مليارات مليارات الحسنات وتغرس به ألاف أو ربما عشرة ألوف أو ربما مئات ألوف من الشجر في الجنة وتزيب مراسك في الجنة زيادة عظيمة جدا في الوقت لو أنت قلته بعد كل الصلاة مرة بعد كل الصلاة لأنه يقول سبحان الله عدد ومخلق سبحان الله ملء ومخلق يعني تصبح بنا سبحان الله عدد خلق الله هل يستطيع أحد أن يحصي عدد خلق الله الحمد لله عدد ومخلق صحب عظيم جدا 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 لن يمكن إنسان عاقل يسمع هذا الزكر ويخفر عنه فأنا أتكلم لكم تحت الفيديو نسخوا نشروا نشر هذا العلم في ثوام عظيم احفظوا وقلوا ياريت تقولوا بعد كل الصلاة مرة لو يمكنك تقولوا بعد كل الصلاة مرة يقولوا مرة صبح ومرة بالليل مع اسكر الصبح ومساء لكن لا تخلوا يوم يعدي بغير ما تقولوا هل تقول لكم سخون شروع نشر هذا العلم في ثوام العظيم ونعلم علما في اللي أجرم عام بيام القيامة لا يمكن إذاً لك مجرد شاي اطلاقوا في الظلم تحت الفيديو سوف تلاقي أيقون على الشمال افتحوها سوف يتفع حالكم الوصف على الفيديو سخون شروع نشر هادر عمي في ثوام العظيم من العلم علما ينقر معامل بيام القيامة اليوم كذلك من جنب شايفة واشتراك في القناة واشتراك في قناة واشتراك في القناة واشتراك في القناة وكل جديد وللساعدوني عن رشاة الصنة النبوية أقول قولي هذا أستغفر الله ليونكم